بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه النادة الحمد لله واشهد على إله إلا الله حده لا شريك له واشهد على محمد العبد ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال الإنم المقيم نحن والله فصل قال صاحب المنازل الأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء بمعرفة ضرر العدوان حفظ الحد بين الغلو والجفاء في جميع الأمور يكون بين متوسطا ليس غاليا في أمر ما كل غلو قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إياكم والغلو وهو جوازة الحد الجفاء التقصير إن يكون عنده تقصير في القيام بحق صاحب الحق في التعامل بينه وبين الله بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الخلق مع الولدين مع العلماء مع السلطان مع الأقرام مع الضيف مع الأجانب مع الأصحاب في الأكل والشرب والجناع والبكوب والدخول والسفر والإقامة والنوم والبول والقضاء الحاجة والكلام يحفظ الحدود يلتزم بما شرع الله في كل ده قال هذا من أحسن الحدود فإن الانحراف إلى أحد طرفي الغلو والجفاء هو قلة الأدب الانحراف إلى أحد طرفي الغلو أو الجفاء يا طرف الغلو يا طرف الجفاء الجفاء والتقصير كما ذكر والأدب الوقوف في الوسط بين الطرفين فلا يقصر بحدود الشرع عن تمامها ولا يتجاوز بها ما جعلت حدودا ولا يتجاوز بها ما جعلت حدودا لا فكلاهما عدوان والله لا يحب المعتدين والعدوان هو سوء الأدب يعني على سبيل المثال واحد يغالي في الرسول صلى الله عليه وسلم باسم الأدب ان هو على سبيل الثاني يتمسح باسم القبر او ان هو يقول مدد يا رسول الله يقول لك ده ايه ده متأدم مع الرسول يدعو الرسول من دون الله شرك من الله يحلب برسول صلى الله عليه وسلم هذا أدب لا ده ده غلوم وهذا تجاوز للحد وآخر يقصر في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتبعه ولا يقبل خبره حتى يعطيه تعرضه على عقله او على اراء الرجال او على المذهب او عرض الرجال قال بعض السلف دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه فاضاعة الادب للجفاء التقصير بقاء كمن لم يكمل اعضاء ندو اتوضى كده اي كلام لا يوصلش المياه لكل المواطن ولم يوفي الصلاة آدابها التي سمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها وهي قريب من نئة ادب ما بين واجب مستحب من اول التكبير رفع اليد رفع اليدين هذا الموكبين وضع اليدين على الصدر ادب الاستفتاح ادب الاستعادة اقتراعة الفاتحة ماتبه اقتراعة من الأداب أن يجتمع الإيمان والمموم على آمين من الأداب أن يتذكر العبد أن الله عز وجل يجيبه إذا قال كل كلمة من كلمات الفاتحة فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبي إذا قال مالكي يوم الدين قال مددني عبدي إذا قال إياك نهد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولي عبدي مساء إذا قال أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولي عبدي مساء وهذا من شك لا يمكن أن يقع إلا إذا قرأ الإنسان الفاتحة آية آية لكن الوحد يزعى الأوي ويقول لهم بيه يأخذ فتح في نفس واحد أو نفسي صراحة يعني ويبقى فيها نوع من الجفاء وفيه أدب في الرجوع وأدب في الرفع كيفية هذه العبادة فعلا وقولا وتركا سيطرك الكلام والقيام لله قدثا وترك الأكل والشهد في الصلاة هذه طبعا ده مبتن بالصلاة لو أكل أو شغل وانا أتكلم بكلام أجنبي أيضا مبتن ده كان عالما عاملا قال وإضاعته إضاعة الأدب ده في الإدانة كالوسوسة في عقد النية ورفع الصوت بها فالوسوسة دي ممكن في البداية نوع من غلو من الإنسان ويستمر معه وما يعلقوش فقط يصبح مرضا يحتمكن منه الشيطان ويصبح مرضا يحتاج إلى معالجة ورفع الصوت بها نويته كذا زي ما بعض المتأخرين ابتدع هذه البدعة وقال نويته رضوء نويته أن أصلي الظهر حاضرا أربع ركعات جماعة مأموما وهكذا دي بدعة ضرورة نويته الاعتكاف نويته الحج نويته العمراء كل هذه من البدعة نويته الصيام الجهر هذا من الغلوب يقول والجهر بالأذكار والدعوات التي شرعت سرها شرعت جهرا يجهر بها يقول لبأيك اللهم عمراء ولبأيك اللهم حجم بس فيها دي دورات فيها من يقوله وده مش نية لغض تجهر بالتلبية قال وتطويره ما السنة تخفيفه وحذفه كالتشاهد الأول حذفه مش بالغاء الحذف اللي هو التقصير يعني لا يطيل فيه أكثر من التشاهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فإن كان بعض العلماء يرى أن التخفيف فيه يقتضي عذب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الذي ورد أنه كان يجلس كأنما جلس على الرضف على الحجارة المهمة ضعيف وبالتالي فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروع في التشاهد الأول لكن لا يشرع الدعاء إنما يدعى في التشاهد الأخير يقول والسلام الذي حذفه ثم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يقول السلام عليكم ورحمة الله مثلا يقول وزيادة التطويل على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يصلي في الفريضة بالبقرة هذا غلوب عشان كده هو ضبطها بما فعل النبي عليه الصلاة والسلام إن معادا كان يصلي بالبقرة فقال أفرتان أنت يا معاد بعض الناس يرى أن هذا من حسن العبادة وهو من الغلوب وهو من سوء الأدم أن يصلي فريضة بهذا الطول اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان فقال هل لا قرأت بسبب اسم ربك الأعلى وهل والشمس وضحاها فأمروا بأواسط المفسر في الفريضة وكان هو عليه الصلاة والسلام يطيل في الصلاة الفجر والظهر أحيانا وأحيانا يقرأ بالطول وأحيانا بأواسط المفسر وصلى مرة في المغرب بالأعراف في الركتين كلتيهما وكان الكثيرا ما يقرأ باقصاد المفسر المهم من السنة في ذلك ما فعله النبي عليه الصلاة يقول لا على ما يظنه سراق الصلاة والنقارون لها ويشتهونها ويشتهونها اللي يصلوا بقى وشايفين ما هو يقرأ أيتين في كل رقم يعني بالكثير يعني يعني هذا يكون عندهم وكان الذي ينقر صلاة يقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليأمر بأمر ويخالفه لم يقول له من أما بالناس فليخفف وبعدين يكون هو بطول فالحد في ذلك سنة قصور صلى الله عليه وسلم يقول وقد صانه الله عن ذلك من ذلك أنه يأمر بأمر ويخالفه وكما يأمرهم بالتخفيف ويأمرهم بالصافات ويأمرهم بالتخفيف وتقاب صلاة الظهر فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويأتي أهله ويتوضأ ويدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى كما يقرأ أحيانا بطوال مفصل فيها صلى الله عليه وسلم يقول له فهذا هو التخفيف الذي أمر به على شكل البقيع حوالي مثلا من مسجده عليه الصلاة والسلام ثلاث دقائق يمكن ثلاث دقائق يأخذ مثلا حاجة الدول ويذهب إلى أهله قريبا جدا يعني يمكن الركعة الأولى تاخد إيه تاخد بتاع عشر دقائق من خمسة العشر تقومين كما الفجر كان عمر أحيانا يقرأ بيوسف وبالنحس دعا ها ومال هو ده قال فهذا هو التخفيف الذي أمر به لا نقرى الصلاة وثلقتها فإن ذلك اختصار بل اختصار على ما يقع عليه الاسم ويسمى به المصليا وهو كأكل لمضطر في المخمصة ما يسد به رمقه اللي بيصلي بقى الصلاة اللي هي ايه رفتحة بس مثلا دي ما قلنا في الحائض اللي هتدرك خمسة مكعات وقلنا ايه تصلي بواجه فقط عشان تبا اسمها صلت يقوله فليته شبع على القول الآخر إن في قولين في الأكل المضطر يأكل ميته أو محرم يشبع يجوز ولا يأكل قدر سد الرمق فهو بعضهم آل يسد الرمق وبعضهم أجال الشبع وده الأقرب أنه يسد به الجوع يعني يوقف به الجوع لأن الصحابة رضي الله عنه أكلوا حتى ثمن من الحوت الذي قدفهم الله لهم وكانوا يرون أنفسهم مضطرين يسأل عن مفارقة الإمام اللي يرى بعيتين الرحمن وعلم القرآن الله أكبر خلق الإنسان علمه البيان الله أكبر فلو فارقه يأثم يقوله لا يأثمش بس هو يمكنه أن يصلي أول ركعتين ويبحث لا يسميش معي المهم أنه يصلي معي ركعتين أولانين على أي هام ويكمل بعد كده في مكان الأحضر يقول وهو كجائع قدم إليه طعام لذيذ جدا فأكل منه لقمة أو لقمتين فماذا يغني عنه يعني حل أسمه أكل حاجة ولكن لو أحس بجوعه لما قام من الطعام حتى يشبع منه وهو يقدر على ذلك لكن القلب شبعان من شيء آخر فهي دي مشكلة إن القلب شبعان من الدنيا فعشاك لا يحسش بالجوع إلى الصلاة وإلى أقراط القرآن قال الشيخ حمد الفقه رحمه الله نعم والله فإن الصلاة هي غذاء الروح والقلب فإنه بحاجة إلى غذائه لما يتنزل من رحمة الله كما أن الجسم بحاجة إلى غذاء لما تخرج الأرض لما كان كل منهما يغضب غذاء فيحتاج إلى غذاء جديد تفضل الله ربنا سبحانه فجعل الصنوات خمسا مقسمة على أجزاء اليوم هذا التقسيم الحكيم ليأخذ الروح والقلب الإنساني المعنوي الكريم واجبة الغذاء بعد اضطرابه في شغول الحياة وفتنتها وفتنها التي هضمت غذاءه كالجسم سواء بسواء وهكذا العلم ومقية ما تفضل الله به علينا ربنا الكريم من العبادات والأعمال الصالحة يقول ومثال هذا مثال هو الأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء التوسط في حق الأنبياء عليه السلام هل لا يغلو فيهم التوسط بين الغلو والجفاء هل لا يغلو فيهم كما غلت النصارى في المسيح ولا يجفو عنهم كما جفت اليهود فالنصارى عبدوهم وعمدوا المسيح الإسرائيل واليهود قتلوهم وكذبوهم والأمة الوسط آمنوا بهم وعزروهم ونصروهم واتبعوا ما جاءوا بهم ومثال ذلك في حقوق القلق أن لا يفرط في القيام بحقوقهم فلا يستغلق فيها لا يفرط في القيام بحقوقهم يضيعهم يترك أهله وعياله بلا نفقة سيبهم يمشي ولا يتحمل مسؤوليته في تربيتهم وتعليمهم وتأديمهم ولا يستغلق فيها وأحد يقول لك عشان عيالي أنا عايزة ربي عيالي اشتغل 16 ساعة في اليوم عشان إيه ربي عياله عشان يجيب لهم فكهة كتير ولحمة كتير ولبس غالي ويوديهم مدارس غالية وهو يعمل إيه؟ وهو يتركهم بلا تعليم ولا تعليم يقول وأنا استغلقهم فيها بحيث يشتغلوا بها عن حقوق الله أو عن تكميلها أو عن مصلحة دينه وقلبه وأن لا يدف عنها حتى يعطلها بالكلية فإن الطرفين من العدوان الضار وعلى هذا الحد فحقيقة الأدم هي العد والله أعلم قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى منع الخوف أن لا يتعدى إلى اليأس حبس الرجاء أن يخرج إلى الأمن فضبط السرور أن يضاهي الزرعة أستكدر هذا من القادمة إن شاء الله أكبر فإن 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 شاء الله أكبر شكرا